مليك تحتشي واثقة إدارية؟ جمينك تتصل باش تعرف الوثائق المطلوبة والإدارة اللي كتسلم هاد الخدمة وفي إنا موقع كتتواجد وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية ودعات رهن إشارة المواطنين منظومة إدارتي ومركز مختص للاتصال والتوجيه الإداري أجون فهمو جنا هي هاد المنظومة وشنا هي هاد الخدمات اللي كتقدم منظومة إدارتي ودعت هالوزارة باش تسهل على المواطن حصول على المعلومات اللي متعلقات الإجراءات الإدارية والخدمات العمومية وهي مكونة من أربع بوابات ومركز للاتصال والتوجيه الإداري بالنسبة لبوابات الخدمات العمومية كتوضع رهن إشارة المواطنين جميع المعلومات المتعلقة بالإجراءات الإدارية والخدمات الإلكترونية وحالياً كتضم أكثر من 800 مسترى إدارية موزعة حسب 14 الموضوع من وطائق شخصية مثلاً أو الأسرى الجبايات شغل وغيرها بالنسبة لبوابات البيانات المكانية للمرافق العمومية كتمكنك من معرفة العنوان والهاتف والبارد الإلكتروني ديال الإدارة اللي بغي تقصدها وكتوفر حالياً على أكثر من 14 ألف مرفق عمومي بالنسبة لبوابات الشغل العمومي كتوفر جميع المعلومات المرتبطة بمباريات توظيف الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية كما كتعلن على طلبات ترشيح المناصب المسؤولية والمناصب العليا وبالنسبة للبوابة الوطنية للشكايات فهي كتسهل على المواطن يقدموا يتبع شكاية دياله كما كتتمكنهم الإدلاء بالملاحظات والاقتراحة دياله واللي خاصنا نعرفه هو أن هذه البوابات بربعة مزودين بتطبيق المحمول الخاص بهم باش يقدر المواطن يستفدم الخدمات في المكان أما فيما يخص مركز الاتصال والتوجيه الإداري فهو كيشمل هذه المجالات بربعة وكيمكن تصلوا به عبر الهاتف المحمول من خلال الرقم المختصر 37-37 أو عبر الهاتف الثابت 08-0-0-0-37-37 كما يمكن لكم تصلوا به من خارج المملكة على الرقم التالي من يوم الاثنين إلى الجمعة ومن الساعة الثامنة ونصف صباحا إلى الساعة الرابعة ونصف بعد الزوال